أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه على الحكومات زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية بنسبة 1% على الأقل من نتيجها المحل الإجمالي لتوسيع نطاق التغطية ووقف إفقار المرضى وقال تقرير للمنظمة أن نحو 925 مليون شخص في العالم ينفقون أكثر من 10% من دخل أسرهم على الرعاية الصحية منهم 200 مليون شخص ينفقون أكثر من 25% رغم إحراز بعد التقدم في القطاعات الصحية في العالم إلا أنه يتواجب على الكثير من الناس دفع نفقاتهم مقابل الأدوية والعلاج المكلف الذي يتلقونه في كثير من الأحيان فبحسب تقرير لوكالة الأمم المتحدة الاستثمار العام في الرعاية الصحية الأولية هو مفتاح تمديد التغطية وإنقاذ العديد من الأرواح حيث أن التقرير أشار إلى أن تكلفة الرعاية الصحية الأولية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل سيكلف 200 مليار دولار إضافية في السنة في معظم تلك الدول التي يمكنها القيام بهذه الخطوة بناء على مواردها المحلية دون الحاجة للمساعدات الدولية مجموع ما يتم إنفاقه على قطاع الصحة على مستوى العالم يقدر ب7 تريليونات دولار ونصف وفقا لتقارير لمنظمة الصحة العالمية التي قالت إنه وبالكاد يحصل نصف سكان العالم البالغ عددهم 7 مليارات و700 مليون نسمة على الخدمات الصحية الأساسية إذا ما استمر النمو السكاني بذات الوتيرة فإنما يصل إلى 5 مليارات شخص سيفقدون الرعاية الصحية بحلول عام 2030 وهو ما يتناقض والهدف من التغطية الصحية الشاملة التي حددها قادة العالم عام 2015 ينفق حوالي 925 مليون شخص أكثر من 10% من دخل أسرهم على الرعاية الصحية كما أن قرابة 200 مليون شخص ينفقون أكثر من 25% من دخلهم للحصول على تلك الرعاية من المفترض أن تشمل رعاية الصحية الأولية الوصول إلى الأدوية الأساسية لمختلف الأمراض كالسكري والميلارية وغيرها حيث تعتبر تكلفة الأدوية الأساسية المحرك الرئيس للتكاليف الباهظة الكارثية التي يتحملها الأشخاص للحصول على رعاية الصحية يقبع القطاع الصحي على مفترق طرق حيث نرى انخفاضا في العائدات الهامشية على الاستثمار بتكنولوجيا حديثة باهظة الثمن ولكنها لا توفر دائما الكثير من الفوائد الصحية ما يجعل عدد الأشخاص المعرضين لخطر الفقر بسبب الإنفاق على الصحة في تزايد ومعنا مساعد الأمين العام لرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور عدنان إسحاق صباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك صباح الخير إي لك وأخو المشاهدين خلينا بالبداية نعطي لمحة سريعة المفهوم العام لرعاية الصحية الأولية وشو بتتضمن بسيط؟ بالنسبة للرعاية الصحية الأولية قبل ما نعرفها شو هي الرعاية الصحية الأولية خلينا نحكي من أين أتى مفهوم الرعاية الصحية الأولية أتى مفهوم الرعاية الصحية الأولية من خلال انعقاد مؤتمر دولي تم حضور كافة الدول العالم في مدينة المعاطة كزاخستان 1978 اتفق المجتمعون بكافة الدول على تبني مفهوم الرعاية الصحية الأولية في كافة الدول الجميع بالنسبة للرعاية الصحية الأولية هي الرعاية الصحية الأساسية التي تعتمد على وسائل وتكنولوجيات صالحة عمليا وسليمة علميا باختصار شديد الرعاية الصحية الأولية هي سهولة الوصول والحصول على الخدمات الصحية من خلال المؤسسات الصحية في الدولة نعم يعني باختصار هي المراكز الصحية نعم يعني ما بنا نقول المصغرة وهي يعني مستشفى مصغر اللي فيها الخدمات الأولية ما بيكون فيها طبعا عمليات بس بيكون فيها كشف عن حالة المريض وإعطاء العلاج اللازم عم نحكي عن أمور بسيطة صح بكتور نعم هسا بالنسبة للرعاية الصحية الأولية هي تقدم من خلال المراكز الصحية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة نعم فيه عندنا ثلاث أنواع من المراكز الصحية عندنا مراكز صحية شاملة ومراكز صحية أولية ومراكز صحية فرعية المراكز طبعا تصنيف هذه المراكز يأتي على حسب الخدمة التي تقدم في هذه المراكز المراكز الشاملة بتكون شاملة يعني فيها بعض الغصصات الرئيسية وفيها خدمة المختبر وخدمة الأشعة الأولية لا بيكون فيها خدمة المختبر الأولية بس مختبر ما بيكون فيها أشعة وما بيكون فيها اختصاصات طبيب عام طبيب عام أو طبيب طوارئ طبيب عام ويكون فيه طبعا في كل مركز الصحي فيه قسم طوارئ ويكون فيه طبيب برضو هناك نعم زي ما أنت بتقر فيه يعني المركز الصحي فيه كوادر صحية يعني أقل مركز صحي فيه أقل شيء عشرين فمن المفترض أن يكون فيه كشف أولي للمريض وبعدين بيتم تحويله إذا استدعت حالته إلى المستشفى خلينا نحكي عن المراكز الصحية الأولية بالمحافظات وبالألوية من المملكة يعني إحنا كثير حكينا عن الموضوع الصحي وذكرنا وحكينا كثير عن موضوع يعني عن موضوع الرعاية الصحية الأولية والأسف في بعض المناطق كانت فيها مشكلة بهذا الموضوع يعني فيه نقص كوادر فيه نقص خدمات ما عم بيتلقوا يعني العناية أو العلاج المفترض شو المشاريع اللي بتحاولوا تعملوها عساسي يكون عندنا نرتقي أكتر بالمستوى الصحي الأولي والعادي بكل المملكة والله هي يعني معالي الوزير الصحة دكتور سعد جابر حديثا يعني يطلع بفكرة أنه يخلي في كل محافظة مركز صحي شامل مناوب 24 ساعة حتى يخفف العبع على المستشفيات نعم يعني يخفف العبع على المستشفيات المتواجدة في المناطق هذا المركز الصحي الشامل اللي هو 24 ساعة بقدم كافة الخدمات الصحية اللي بتلزم المواطن في حين أنه إذا هذا المواطن أو المريض احتاج إلى تحويله إلى المستشفى يتم تحويله إلى المستشفى هذه الفكرة أتت حتى نخفف العبع على مستشفياتنا الحكومية انت بتعرف يعني الكطاع الصحي العامي اللي هو الحكومي عليه ضغط شديد وخاصة بعد 2011 لما صارت مشكلة اللجوء السوري ازداد الطلب على الرعاية الصحية الأولية وازداد الطلب على الرعاية الصحية الثانوية حتى فمراكزنا يعني صار عليها عبء كبير مما اضطر الحكومة ووزارة الصحة من تعيين كوادر أكثر من تعيين من شراء أدوية أكثر تطعيمات كمان صارت يعني نسبة أكثر نعم طب بشكل عام كم يبلغ حجم الانفاق على هاي النوع من الرعاية الصحية الأولية نعم نحن عندنا بالنسبة لأن موازنة وزارة الصحة تقريبا 560 مليون دينار تمام ينفق من هذا المبلغ على الرعاية الصحية الأولية 22% يعني تقريبا 123 مليون دينار سنويا تمام طب هلأ يعني إذا بدنا نحكي عن التحديات اللي بتوشهوها بشكل عام بموضوع الرعاية الصحية الأولية والله هي تحديات كبيرة إحنا يعني معالي الوزير عنده أفكار كثيرة إن شاء الله أنه يعني بتمشي في الكطاع الصحي يعني بالاتفاق مع مجالس المحافظات ونواب المناطق في بعض المراكز الصحية مش بعيدة عن بعض يعني أقل من 2 كيلو هاي اسمها تشتيت للخدمات الصحية لما تشتت الخدمات بتضعف فبتكمت فإحنا يعني تجمعوهم مثلا يعني كل مشركة زيان ثلاثة يكونوا في نفس المنطقة نجمعهم مع بعض ونحسن من جودة الخدمات هاي المواطن رح يعني رح يلمس الفرق ما بين إنه كان يراجع مركز صحي أولي ما بيأخذ كل الخدمات اللي هو بيحتاجها كان يتم تحويره إلى مركز صحي شامل أو مركز أو مستشفى فرح يأخذ الخدمات الصحية اللي بيحتاجها من خلال هذا المركز اللي رح يتم رفضه بكوادر مؤهلة واختصاصات وبعض التكنولوجيا مثل الأشياء عامة مثل المختبر نعم طب هذا بالنسبة لنوعية الخدمات المخدمة بالنسبة لموضوع الـ 24 ساعة بدأتوا فيها بالفعل نعم بدأنا فيها بمعظم مناطق المملكة كل المحافظة 14 مركز صحي نعم إذن نشكرك مساعد الأمين العام لرعاية الصحية الأولية بوزارة صحة دكتور عدنان إسحاق شكرا لإيلك ويعطيكم ألف عافية شكرا لإيلك يعطيك العافية